موسيقى التاسع في العاصمة طرابلس حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المستشفى الميداني في سرط يعلن استقباله جثمان عنصر من البنيان المرصوص بعد اشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وغرفة الطوارئ الجوية تنفذ 25 طلعة في سماء المدينة خلال ثلاثة أيام شورى بنغازي يؤكد مقتل اثنين من عناصره في غرة جوية استهدفت المحور الغربي للمدينة ويقول ان قواته لا تزال تحكم السيطرة على كامل تمركزاتها السابقة القوة المحايدة في باري تتولى تأمين المحطة الغزية بالمدينة بعد الاتفاق بين التاب والطوارق ومطالبة الشركة التركية المنافذة للمشروع والشركة العامة للكهروماء باستكمال رفض المحطة بالشبكة اهلا بكم الى التفاصيل اعلن المستشفى الميداني في مدينة سرط انه استقبل جثمان احد عناصر قوات عملية البنيان المرصوص جراء الاشتباكات التي اندلعت يوم امس مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة واضف المستشفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان القتل قد سقط نتيجة انفجار قضيفة لدبابة موضحا انه من مدينة مسرطة كان الناطق باسم مستشفى مسرطة المركزي اكريم جليوان قد اكد في وقت سابق ان المستشفى استقبل امس السبت ايضا عشرة جرحة على الاقل الى ذلك اكد الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية تابعة لعملية البنيان المرصوص محمد جنونو ارتفاع عدد الطلعات فوق مدينة سرط خلال الايام الثلاثة الماضية الى خمس وعشرين طلعة على الاقل واضح جنونو لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الطلعات قد شملت ثلاث عشرة طلعة جوية استطلاعية نفذها سلاح الجو الليبي اضافة الى اثنتين عشرة غارة من طيران الدعم الدولي استهدف من خلالها ما يزيد عن عشرين عنصرا مما يعرف بتنظيم الدولة وسيارتين مفخختين في المدينة هذا قد رأى الخبير في الشؤون الامنية والعسكرية سلمان بن صالح في نشرة سابقة ان عامل الوقت غير مهم في مرحلة الحسم ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط التأخير الحاصل في عملية الحسم جاء نتيجة نتيجة لحيطات معينة للمصفة العمليات باعتبارها هي المسؤولة عن فاحة العمليات وهي التي تشرف على العمليات في مدينة سرطة ولعلي أكون على صورة إذا قلت أن بعض قد تكون هناك خطة جديدة يتم وضحها بحيط تكون فيها مرعاة بإسم فاحة العمليات وتفاجي احتمالية للإصابة باليران ونبقى في سرط حيث رست مساء أمس بالمنصة العمليات في مشروع تنفيذ محطة الخليج البخارية نقلة إيطالية تحمل شحنة ثانية من الوقود الخفيف الخاص بتشغيل المولدات بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج طاقة الكهربائية في المدينة وقال مدير مكتب الإعلام بسرط محمد الأميال لقناة ليبيا لكل الأحرار إن نقلة تحمل علامتها قرابة سبعة وثلاثين ألف متر مكعب من الوقود الخفيف للمولدات بالوحدة الأولى في محطة الخليج البخارية وذلك لإنتاج ما يقدر بألف واربعمائة ميجاوات وأضاف الأميال أن عملية الضخ بدأت مباشرة عن طريق منظومة بحرية للمولدات الكهربائية أفاد مدير المكتب الأعلمي لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة علي لغويل بتوزيع مساعدات إنسانية على ثلاثمائة عائلة نازحة بمدينة مصراتة وأضح لغويل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه المساعدات تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصراتة وفرع جمعية الهلال الأحمر في المدينة مضيفا أن المساعدات تلخصت في توفير بعض الاحتياجات الضرورية وكانت جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة قد أطلقت نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية والمحلية وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية البنيان المرصوص في مدينة سرط قال مصدر من مجلس شورى بنغازي أن اثنين من قوات المجلس قتل نتجة غارة جوية استهدفت المحور الغربي للمدينة أضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن العنصرين يتبعني كتيبة السابع عشر من فبراير المنظوية تحت قوات المجلس مؤكدا أن قواتهم تزال تسيطر على كامل تمركزاتها السابقة بالمدينة وعضف المصدر نفسه أن طيران أجنبيا مواليا لقوات عملية الكرامة شن عدة غارات جوية يوم أمس على منطقة جنفودة السكنية بحسب قوله إلى ذلك أفد سلاح الجو تابع لعملية الكرامة بأن طائراته شنت غارة جوية على منطقة جنفودة وصفها بالدقيقة وأوضح سلاح جو عملية الكرامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الغارة الجوية دمرت ألية عسكرية تحمل مدفعا رشاش وبحسب سلاح جو عملية الكرامة فإن الطائرة الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن حلقت فوق أحياء مدينة بنغازي قال مسؤول المكتب العالمي بمجلس شورى درنة وضوحيها محمد المنصوري بأن الوضع الأمني داخل المدينة مستقر موضحا أنه لا وجود لأي خرقات أمنية وفق تعبيره وأضف المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المواطنين في المدينة يعانون من وضع معيشي صعب نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات عملية الكرامة وكانت قوات عملية الكرامة قد فرضت في وقت سابق حصارا على معظم مداخل مدينة درنة ومخارجها أكد مصدر نعلامي من داخل مدينة درنة وصول ناقلة الزيوت الثقيلة المشغلة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بمدينة درنة عقب الإفراج عليها من قبل قوات عملية الكرامة أضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السرية البحرية المقاتلة التابعة لقوات عملية الكرامة بمنطقة سوسة قامت باحتجاز السفينة قبل تشواطئ منطقة رأس الهلال واقتيادها للميناء الواقع غرب مدينة درنة في شأن آخر أفادت المتحدث باسم مجلس قبيلة الحسونة سالم بخزان بأن القوة المحايدة في وباري ستسلم تأمين محطة المدينة الغزية ابتداء من اليوم أضح بخزان لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة بعد خلاف بين قبيلتين تاب وطوارق على تأمين المحطة ما كان سببا في تأخير وصول الشركة التركية المنفذة للمشروع وأضف المتحدث باسم مجلس قبيلة الحسونة أنه تمت مرسلة الشركة التركية المنفذة للمشروع والشركة العامة للكهرباء لاستكمال ربط المحطة بالشبكة مؤكدا أن هذه المحطة ستقوم بحل مشكلة الكهرباء في الجنوب الليبي وستغطي العجزة في الشبكة هذا وقد أكد المتحدث باسم مجلس قبيلة الحسونة سالم بخزان أنه تم حل الخلافات بين قبيلتين التاب وطوارق مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم القوة المحايدة بتأمين محطة باري البخارية كما أن الشركة التركية المنفذة ستبدأ أعمالها قريبا الآن المهندسين من شركة الكهرباء والثميين الموجودين في باري ويعني هم الآن في عين المكان في المحطة لبدء التوصيلات المطلوبة اعتبارا من يوم الغد يعلم الله 26.9.2016 وبعد انتهاء الأعمال يمكن للشركة المنفذة أن بدأ في أعمالها ولازلنا في الجنوب الليبي حيث نشد مجلس الحكماء والشورى بمدينة غات في بيان له المجلس البلدي والأجهزة الأمنية والعسكرية بغات مضعفة الجهود لحماية المنطقة بعد اختطاف إيطاليين وكندي يعملون في سيانة مطار غات الدولية وشدد البيان ورفضه تام لأي تدخلات في المنطقة من أي جهة كانت محلية أو دولية إلا بعد التنسيق والاتفاق مع المجلس البلدي غات والذي يعتبر السلطة المحلية بالمدينة حسب وصف البيان وأكد مجلس الحكماء والشورى غات دعمه المطلق لما سماها بالدولة التي تحترم القانون وحقوق الإنسان مطالبا بتضافر الجهود للحفاظ على الأمن وحماية المواطن في موضوع آخر اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج مع رئيس نيجر محمد إيصوفو على أهمية إيجاد ألية لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات ورحب السراج خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك باستضافة النيجر للاجتماع القادم لدول الجوار لبحث الأزمة الليبية من جانبه عبر رئيس النيجر عن دعم بلاده الكامل لمسيرة الوفاق في ليبيا وتأييده لما يبذله المجلس الرئاسي من جهود لترسيخ هذا المصار طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب رئيس لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بتنسيق معضاء مجلس النواب الدعمين للاتفاق السياسي وباقي لجان المجلس الأعلى للدولة للعمل على إعداد مسودة قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش ودعم عزب في بيان له إلى أن تتضمن المسودة تحديد صلاحيات المساويدات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها أحدد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فترة العمل على مسودة هذا القرار بشهر واحد اعتبارا من اليوم ناقش أعضاء من المؤتمر الوطني العام خلال اجتماعهم اليوم في العاصمة طرابلس الأوضاع السياسية والعسكرية في البلد وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن الاجتماع قد تطرق إلى التطورات العسكرية في مدينة سرط ومتابعة عملية البنيان المرصوص إضافة إلى الأوضاع في زلة والجفرة أعضف حميدان أنه تم بحث أوضاع الأسر العالقة في منطقة جنفودة بمنغازي إضافة إلى المحاصرين في مدينة درنة هذا وقد ترأس هذا الاجتماع النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق وحضره أيضا رئيس الحكومة أو حكومة الإنقاذ الوطنية خليفة الغويل على المستوى العسكري والميداني نقشنا فيها وضاع آخر تطورات في سرط وعملية البنيان المرصوص تطورات العسكرية الآن في الجفرة وفي زلة كذلك الوضع الإنساني والمأسوي للعائلة العالقة في جنفودة وضع درنة نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل لجنة رعاية الحج تقول إن عدد الخجاج الذين تم تفويجهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ارتفع لأكثر من خمسة ألاف حاجة وحاجة ليبيا تضع طفلتها في مكة المكرمة المستشفى الميداني في سرط يعلن استقباله جثم عنصر من البنيان المرصوص جراء اشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وغرفة الطوارئ الجوية تنفذ خمسة وعشرين طلعة في سماء المدينة خلال ثلاثة أيام شورى بنغازي يؤكد مقتل اثنين من عناصر في غرط جوية استهدفت المحور الغربي للمدينة ويقول إن قواته لا تزال تحكم سيطرة على كامل تمركزاتها السابقة القوة المحايدة في وباري تتولى تأمين المحطة الغازية بالمدينة بعد الاتفاق بين التابو والطوارق ومطالبة الشركة التركية المنفذة للمشروع والشركة العامة للكهرباء باستكمال ربط المحطة بالشركة أهلا بكم من جديد أعلنت اللجنة التسيرية المؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التي كلفها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني توحيد المؤسسة تحت سلطتها وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في الجارة تونس بين مديري إدارة المؤسسة في طرابلس ومكتبها في مالطة وأكد رئيس اللجنة التسيرية المؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن أن اللجنة تعد حاليا الجسم الشرعي والقانوني الوحيد الذي يمثل المؤسسة قائلا إن المؤسسة قد بدأت في دمج ملفاتها الإدارية والفنية وبحسب حسن فإن الانقسام الذي شهدته إدارة مؤسسة الاستثمار قد استمر عامين وضعنا أهدافنا التي تتمثل في توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وكذلك الحال حماية وصول وصول المؤسسة الليبية للاستثمار وكذلك العمل على توفير كافة الإمكانات المتاحة وحماية ودعم الشركات التابعة لقيام بدورها على أكمل وجه وإن شاء الله سنبدأ من اليوم في الدمج الإداري والفني بين مدراء الإدارات في غضون ذلك قال عضو لجنة التسليم والاستلام في المؤسسة الليبية للاستثمار عمر السعدي إن هدفهم الأساسي هو توحيد هذه المؤسسة اتفقنا من أول اجتماع على أساس أن لا نستطيع أن نشتغل بدون توحيد المؤسسة وكان هو الهدف الأساسي لعملنا الحقيقة بعد تواصلنا مع كل الشركات التابعة والموظفين المدراء الإدارات في المؤسسة في طرابلس وفي مالطة وجدنا كل الترحيب أنهم يندمجوا مع بعضهم يكونوا كمؤسسة وكيان واحد وانهاء هذا الانقسام الحقيقة مؤسسة مؤسسة كل الليبيين ما يش مؤسسة خاصة ولمؤسسة لشخص معين من جهته اعتبر مدير عام محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار أحمد كشادا أن قرار المجلس الرئاسي بتعين لجنة تسيرية لمؤسسة الاستثمار يعد قرارا مهما واستراتيجيا في توحيد أطرافها مضيفا أن توحيد عمل المؤسسة يعد تاريخيا ويضمن مستقبل صندوق الأجيال القادمة هذا قرار مهم واستراتيجي في توحيد المؤسسة والصراعات الموجودة حاليا في ظل هذا الانقسام التي تمر به بلدنا وان شاء الله اليوم تاريخي في مستقبل صندوق الأجيال القادمة بأول اجتماع مع اللجنة التسيرية للمؤسسة لبيا الاستثمار وتوحيد كافة المؤسسات والجهات التابعة لها وفي نفس السياق أكد رئيس قسم الدراسات والتقييم بالمؤسسة الليبية للاستثمار عبد الرحمن المعرفي أن جميع الأطراف قد تجاوبت بشكل إيجابي لتوحيد صفوفها بعيدا عن التجاذبات السياسية داعيا المؤسسات السياسية المنقسمة إلى السعي في هذا التوجه كمكتب مالطا وكمؤسسة الليبية لاستثمار في طرابلس الآن ما فيش مؤسستين مؤسسة واحدة وندعو جميع الليبيين وجميع المؤسسات التي بها شقاق وبها الجوازية أن تسعى في نفس هذا الاتجاه في موضوع أخر أعلن المجلس البلدي زليتن صرف دعم لكافة المدارس الوقاعة ضمن نطاق البلدية بمبلغ يقدر بحوالي 364 ألف دينار ليبي أضف المجلس عبر صفحته على فيسبوك أن عملية الصرف للمدارس تمت بناء على عدد من الطالب بمعدل سبعة دنانير لكل طالب وذلك لتوفير بعض الاحتياجات كما أشار المجلس إلى تواصل أعمال السيانة والتحسين لعدد من المدارس في بلدية زليتن حذر المجلس البلدي طرابلس المركز من استعمال شاطئ طرابلس المركز لأي نشاطات ترفيهية أو إقامة محطات تحلية للمياه ورجع بلد طرابلس المركز ذلك إلى وجود أنواع مختلفة من الملوثات كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات ومواد كيميائية ومخلفات عضوية وطلب بلد طرابلس المركز في بيان له المواطنين بالحفاظ على صحة العامة للحماية من الأمراض النتيجة عن هذا التلوث وذلك إلى حين تفعيل وحدات معالجة الصرف الصحي واستحداث وحدات أخرى تستوعب الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي بحسب النمو السكانية ولمتابعة التفاصيل في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس البلدي طرابلس المركز أنعام تريكي سيدة تريكي بداية كيف استنتجتم حجم الخطورة الصحية من استعمال شاطئ طرابلس المركز؟ السلام عليكم صحية لقناة ليبيا الأحرار ولكل المشاهدين حابة بالتصحيح عن إنعام التركي وليس التريكي نعم بالنسبة للتلوث للشواطئ في المطلة لمساق بلدي طرابلس المركز بالتصوى للترابلس الكبرى يعني هي من جاربولي لجنزور برضو الخمس آآ معظم المدن الساحلية لنياه الصرف الصحي آآ غير آآ معالجة ولكن آآ بديد الخطورة خصوصا من الطرابلس المركز للكتافة السنية آآ عالية الدوار يوميا يعني تكون في عدد آآ متزايد فالخطورة بالديد آآ بنسبة التلوث لنياه الصرف الصحي هدية تكون آآ زايدة لهذه الشواطئ فعندنا عدة أنواع من البكتيريا المؤسساتية في منها التوطنة في البيئة البحثية وفي منها ممرضة مصدرها تكون البيئة العامة طيب سيدة توركي هنا سيدة توركي هنا هل سجلتم أية أمراض أو وثقتم حجم الأثار الصحية المترتبة عن هذا التلوث المنتشر على الشواطئ هناك نعم هناك عدة دراسات وعدة أبحاث بالقصوص على تلوث الأثمات بهذه الملوثات اللي موجودة في المياه الصرف الصحي عدة أبحاث قمت بها كلية الزراعة قسمة للنغذية عدة أبحاث قمت بها مركز بخط الحياء البحرية فمتائج هذه الأبحاث كلها تدل على وجود مستويات عالية تفوق الحدود القصوى اللي نطفت عليها كل من مجموعة دول السوق الأوروبية أو المخوضية للأوروبية فالعدد كبير خلصا بالنسبة للعدد الاكتر احتمال للكوليفوروم باكتيريا أو لتيرمو توليرانس فيكا للكوليفوروم فهدنا مؤشرات التلوث اللي بتسببنا أمراض لصحة الإنسان ولكن توثيق في المستشفى فللأتف أن في المستشفيات ما يتم مشرل التوثيق يتم علاج ولا يوجد سجن التوثيق لكن الأبحاث تدل على تلوث الأسماك على تلوث مياه البحر بهذه البكتيريا فأني واضح يعني فرصة من قناتكم الموقرة نحب نبلغ أصحاب القرار إن هذا الجاند بزيد الاهتمام فيه الاهتمام بمحطات وحدات المعالجة النتيجة لزيادة النمو السكاني وزيادة العداد المتزايدة من مياه الصرف الصحي فالمحطة الهضبة لا تقوم بكام الكفاءتها شنفية بس من الكفاءة شكرا جزيلا لك سيدة أنعام إذن عضو الماجلس البلدي طرابلس المركز أنعام التركي متحدثة من العاصمة طرابلس عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أكد نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج صبر الفرجاني ارتفاع عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لأكثر من خمسة ألاف حاج بينهم ألف حاج غادروا أو ألف حاج غادروا الأراضي المقدسة باتجاه ليبيا وأضاف الفرجاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عملية تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ونقلهم من الأراضي السعودية إلى ليبيا تم بسلسة مشيرا إلى أنه سيتم نقل آخر دفعة من مكة إلى المدينة يوم غادروا الأثنين أوضح الفرجاني أنه تم نقل حاج وحاجة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة بعد تدهور وضعهما الصحية من جهته أعلن أعضو لجنة ترتيبات الحج النايد إبراهيم في نشرة سابقة أن آخر دفعة للحجاج الليبيين ستصل إلى المدينة المنورة يوم غادروا الأثنين وأعدادهم سبعمائة وخمسون حجا وحاجة غدا إن شاء الله يعتبر الأثنين آخر مجموعة تفويج الحجاج الليبي من مكة المكرمة إلى المدينة وبرفقتهم ما تبقى من أعضاء البعثة الليبية ليتوجهوا إن شاء الله إلى المدينة المنورة ومن ذلك تم مغادرتهم إن شاء الله إلى المدينة الليبية طبعاً إحنا حيكون آخر ما تبقى اليوم من حجيث 750 حج هذا اليوم نعم هذا إن شاء الله يكونوا برسطة أعضاء البعثة المتبقين يستفر إلى المدينة المنورة إلى ذلك أكد نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج صبر الفرجاني ولادة حجة ليبية صباح اليوم لطفلة في مدينة مكة المكرمة أضاف الفرجاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ولادة الطفلة تمت في مستشفى الملك عبد العزيز مشيراً إلى أن والديها قد أطلق عليها اسم طواف فور ولدتها مؤكداً استقرار الحالة الصحية للأم والطفلة إلى هنا تنتهي النشرة وهذه عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها المستشفى الميداني في سرط يعلن استقباله جثمان عنصر من البنيان المرصوص جراء اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة وغرفة الطوارئ الجوية تنفذ 25 طلعة في سماء المدينة خلال ثلاثة أيام شورى بنغازي يؤكد مقتل اثنين بن عنصر في غرة جوية استهدفت المحور الغربي للمدينة ويقول إن قواته لا تزال تحكم سيطرة على كامل تمركزاتها السابقة القوة المحايدة فباري تتولى تأمين المخطط الغازية بالمدينة بعد الاتفاق بين التبوي والطوارق ومطالبة الشركة التركية المنافذة للمشروع وشركة العامة للكهرباء باستكمال رفض المخطط بالشبكة إلى هنا تنتهي النشرة والمزيد من الأخبار تجدونها عبر أو على ليبيا لحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعية التي تظهر أسفل الشاشة فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر لايفستيشن دوت كوم شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة